اشتركوا في القناة من هدفين الهدف الاول يؤرف مكونات النظام السياسي لمملكة البحرين الهدف الثاني يثمن التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين نبدأ بمقدمة الدرس الاول التأسيس اسس النظام السياسي في مملكة البحرين في القرن الثامن عشر ميلادي على يد الشيخ احمد بن محمد آل خليفة ومنذ فتح مملكة البحرين منذ ذلك الوقت قامت دولة بحرينية حديثة واعتبرت دولة عربية مسلمة مستقلة يتميز النظام السياسي لمملكة البحرين بجملة من الخصائص وهما اربع خصائص اول خاصية الانتماء للحضارة العربية والاسلامية كونها مملكة عربية الخاصية الاخرى الثانية الانتماء الى البيئة الخليجية كون مملكة البحرين دولة خليجية الخاصية الثالثة وجود قواسم مشتركة مع النظم السياسية الاخرى التي تنظم الايطار العام لحركة الدولة وهي متكونة من السلطات الثلاث السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وايضا مؤسسات التنشئة السياسية المتمثلة في الاسرة والمدرسة والعمل وايضا تشترك في العناصر الرئيسية لمهام الدولة الحفاظ على الامن والوحدة الوطنية والخاصية الاخيرة تفاعل النظام السياسي مع النظم الفرعية الاخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا يعكس النظام السياسي الخصائص الذاتية للمجتمع البحريني الذي يتميز بتاريخ اريق وتراث خاص لنتعرف اعزائنا الطلبة على مصهوم النظام السياسي لمملكة البحرين فالنظام السياسي لمملكة البحرين هو نظام ملكي دستوري وراثي يقوم على سيادة الشعب والفصل بين السلطات وتوازنها وضمان المساواة في الحقوق والواجبات ننتقل اعزائنا الطلبة اولا الى مرتكزات النظام السياسي البحريني مرتكزات النظام السياسي البحريني تتكون من مرتكزين المرتكز الشعبي والمرتكز الدستوري اعزائنا الطلبة لنتعرف على المرتكز الشعبي الذي يتكون من ثلاث بيئات البيئة الاولى جاءت البيئة الاولى في تاريخ البحرين الحديث عندما اجمع شعب البحرين عام 1869 عن رقبته في ان يتولى الشيخ عيسى بن علي حكم البلاد لماذا يا تراجعت هذه الرقبة لما كان يتمتع به من صفات الحاكم العادل والقادر على جعل البحرين واحد امان ينعم فيها اهلها بالامن والاستقرار وهكذا وافق الشيخ عيسى بن علي على تولي الحكم وتمت مبايعته حاكما على البحرين بالتهليل واجمع اهلها في الثاني من ديسمبر لعام 1869 وكان عمره 21 سنة واستمر منصبه حتى وفاته في ديسمبر 1932 لنتأرف اعزائنا الطلبة على البيعة الثانية مثلت البيعة الثانية حدثا مهما في تاريخ مملكة البحرين وجاءت فيها تطورات اهمها صدور بيان رسمي عن الامين الام في الثامن والعشرين من مارس لعام 1970 وجاءت هذه للتحقق من الرقبات الحقيقية لشعب مملكة البحرين التطور الثاني مباشرة البعثة الاممية في 31 مارس من نفس العام 1970 لعملها والتطور الثالث اجماع الشعب البحريني على عروبة البحرين وثيادتها تحت ظل اسرة آل خليفة الكرام المرتكز الشعبي الاخير البيعة الثالثة والتي جاء فيها مشروع مهم جدا الا وهو مشروع الاستفتاء الشعبي على ميثاق الامل الوطني فدخلت مملكة البحرين مرحلة جديدة من مسيرة الامل والنهضة الشاملة في ترسيخ الحياة الديمقراطية للبيعة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على ميثاق العمل الوطني الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ البحرين اعزائنا الطلبة لنتعرف على مفهوم ميثاق العمل الوطني ميثاق العمل الوطني هو وثيقة وطنية تجسد طموحات الشعب البحريني ودليلا للحياة السياسية وقد تم اجراء الاستفتاء الشعبي في الرابع عشر والخامس عشر من شهر فبراير لعام 2001 وبلقت نسبة الموافقة عليه بنسبة 98.4 لتبدأ مرحلة جديدة في تطور البلاد السياسي اعزائنا الطلبة بعد الانتهاء من المرتكز الشعبي الذي يتكون من ثلاث بيعات ننتقل للمرتكز الدستوري يا ترى ما اهمية الدستور في حياة الدول والشعوب للدستور اهمية بالقة في حياة الدول والشعوب سواء من الناحية القانونية او من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فالدستور يأتلي قمة الهرم القانوني للدولة وله اهمية الا وهو يحدد شكل النظام السياسي يحدد السلطات التي تتولى ادارة الدولة يفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها وطبيعة العلاقة بينها ويضمن في نفس الوقت التوازن بينها ينظم حياة الافراد والجماعات من حيث الحقوق والواجبات لنتعرف اعزائنا الطلبة على مفهوم الدستور فهو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي تحدد طبيعة الدولة وشكلها ونظامها كما تحدد المقومات الاساسية للمجتمع وتضبط الحقوق والواجبات والحريات وتؤين السلطات وتبين اختصاصاتها لننتقل ثانيا إلى السلطات في الدولة نظام الحكم في مملكة البحرين كما نعرف ملكي وراثي دستوري لنتعرف اعزائنا الطلبة على صلاحيات الملك وفق الدستور الملك رأس الدولة والممثل الاسمى لها ذات مصونة لا تمس وهو الحامي الامين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفي من منصبة بأمر ملكي كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع يرأس الملك المجلس الأعلى للقوة للملك حق تعديل الدستور واقتراح القوانين وبعد التعرف على صلاحيات الملك وفق الدستور لننتقل إلى أنواع السلطات بقية السلطات في مملكة البحرين السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس الوزراء والوزراء وفق الباب الرابع الفصل الثاني من دستور مملكة البحرين يرأى مجلس الوزراء مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها كما يقوم كل وزير بتنفيذ السياسة العامة للحكومة السلطة التشريعية التي تتكون من المجلس الوطني مجلس النواب مجلس الشورى وفق الباب الرابع الفصل الثالث ومن مهماتها سن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الحكومة السلطة الثالثة هي السلطة القضائية وفق الباب الرابع الفصل الرابع ومن مهماتها اصدار الأحكام بمختلف أنواعها ثانيا مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها لنتعرف أعزائنا الطلبة على مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات وهو توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة شريعية وظيفتها وضع القوانين وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين وسلطة قضائية وظيفتها الفصل في النزاعات والخصومات ولا يعني هذا المبدأ بأن كل سلطة مستقلة عن الأخرى تماما الاستقلال وإنما المقصود به عدم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة بل توزيعها على هيئات منفصلة متساوية ولا يمنع هذا التوزيع والاتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى لنتأرف أعزائنا الطلبة على مزايا مبدأ الفصل بين السلطات أولا صيانة الحقوق والحريات ثانيا اتقان الدولة وظائفها وحسن سير العمل بها ثالثا احترام القوانين وحسن تطبيقها رابعا تجسيد الدموقراطية ثالثا المظاهر الدموقراطية في النظام السياسي البحريني أولا نظام دموقراطي بإرادة ورقبة بحرينية خالصة إن التحول الدموقراطي في مملكة البحرين تم بإرادة وطنية خالصة عندما اتخذ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة قراره التاريخي بالبدء في التحول الدموقراطي وقد حضي هذا القرار بدعم شعبي كبير لأنه القرار كان بالشراكة بين الحكم والشعب ثانيا نظام دموقراطي توافقي وتعاقدي تقوم الدموقراطية على مبدأ التوافق بين كافة الأطراف وهذا ما عرفته الدموقراطية البحرينية من خلال التوافق والتعاقد بين كافة الأطراف على ميثاق العمل الوطني حيث قرر جلالة الملك حمد بن عيسى أن يطرح مشروع الميثاق في استفتاء شعبي عام هذا التوافق والتعاقد الذي مهد لتعديلات دستورية تمت في الموافق 14 فبراير 2002 الميزة الثالثة نظام دموقراطي يحافظ على استقرار وتوازن المجتمع فالنظام السياسي في مملكة البحرين يرائي التعددية ويضمن أن يكون شكل الدموقراطية وآلياتها يساهم في تمثيل كافة مكونات المجتمع بفرص مؤادلة ومتساوية والميزة الرابعة إنه نظام دموقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات فنظام الحكم في مملكة البحرين يقوم على أساس فصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ثانيا مظاهر الحياة الدموقراطية في مملكة البحرين لنتعرف عليها من أرض الواقع البحريني إقرار تعديلات دستورية صدور مثاق العمل الوطني إحياء نظام الانتخابات البلدية ومشاركة كافة الفئات بهذه الانتخابات أطلاق حرية المواطن فتحوار مع أبناء الشعب كافة كفالة حرية التعبير والرأي صدور عفو عام عن الموقفين سياسيا وإلقاء قانون ومحكمة أمن الدولة إنشاء جمعية البحرين لحقوق الإنسان التوقيع على قالبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبهذا أعزائنا الطلبة ننتهي من درس اليوم شكرا لحسن متابعتكم شكرا لحسن متابعتكم البحرين